ما كان عندي اي خبرة بالوقف قدام الكاميرا بس كان عندي التصميم ما كان عندي اي معدات باستثناء كاميرا عمرها 8 سنين أهدي عرف عم تجمع غبرة برامج المونتاج وتعديل الفيديو كنت اسمع باسمها مجرد سمع كيفية تسجيل الصوت والدمج مع الصورة أصعب من تسجيل الفيديو بحد ذاته الوقت اللي كنت عمالي مضيه بمشاهدة المحتوى الأجنبي لو استفدت منه من البداية لكان الوضع غير بس كل هالكلام اتغير بيوم 18 آب أغسطس 2021 الرهبة من ضغط زر التسجيل للمرة الأولى بالحياة كانت أصعب من رهبة دخول قاعة الامتحان الأخير بالجامعة رفعت الفيديو الأول بعد يومين من إنشاء القناة خلال أول شهر وضعت عشر فيديوهات وحصلت بس على أربع مشتركين وقت عرفت إنه الطريق صعب والمشوار طويل بس قلت رح كمل المشوار الشهر الثاني 1500 مشاهدة ولسه المشوار للألف مشترك وأربع تلاف ساعة مشاهدة طويل طويل الشهر الثالث أول تعليق سلبي اليوم بعد 12 شهر صرنا 1400 أخ وأخذ حبيب وحبيبة صديق وصديقة خلال هال 12 شهر كان في لحظات حلوة ولحظات مريرة بس بفضل الله جاوزنا 80 ألف مشاهدة وأكتر من 100 فيديو مرفوعين وأكتر من 6000 ساعة مشاهدة الفيديوهات كان بعضها جيد وبعضها سيء بعضها طويل وبعضها أصير بس كل شي بالحياة بيبتدي من الصفر وبدو شغل ومثابرة خلال هالسنة تعلمت منكن وتعلمتوا مني ساعدتوني وساعدتكن هاد كان الهدف من البداية أنه نكون إيد وحدة وننسى اختلاف اللهجات والمشاكل والخلافات اليوم وبعد سنة من انطلاق نوفرتك كلمة شكرا للناس اللي شاركتني هالرحلة أكيد ما بتكفي بس رحقول شكرا لمصر أم الدنيا شكرا للسعودية بلد الحرمين الشريفين شكرا للجزائر بلد المليون شهيد شكرا لتونس الخضراء شكرا للمغرب بلد الأساطير شكرا للعراق بلد العروبة شكرا لليبيا بلد الأصالة شكرا لسوريا بلد الحبيب بلد الياسمين والوردجوري شكرا لفلسطين وللبنان وللأردن وللسودان شكرا لليمن ولعمان وللإمارات وللبحرين شكراً للكويت ولقطر وشكراً لكل شخص شجعني ودعمني ولو بكلمة أو بتعليق أو بضغطة لايك مع بعض أكيد رح نمشي لقدام ومع بعض أكيد رح نوصل لأكتر من هيك بكتير مع بعض نوفرتك رح تكمل السنة التانية والسنين الجاي